اشتركوا في القناة رئيس مجلس القيادة الرئاسية سقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لبحث عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة رئيس مجلس القيادة الرئاسية سقبل المبعوث الأمريكي ويدين جرائم الحرب التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بلادنا تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الأهل المعمدان في غزة الذي أسفر عن استشهاد المئات من الأبرياء إلى تفاصيل السلام عليكم استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عذو المجلس عثمان مجلي المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جرون بيرغ ومساعده معين شريم وطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعذو المجلس من مبعوث الأمم المتحدة إلى إحاطة بشأن اتصالاته الأخيرة على المساويات المحلية والإقليمية والدولية وكذا المساعد الرامية لتجديد الهدنة وإسناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفي اللقاء وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي المبعوث الأممي أمام انتهاكات الميليشيا الحوتية للحقوق والحريات العامة وتحشيدها وخروقاتها المستمرة على مختلف الجبهات بما في ذلك هجماتها الأخيرة العابرة للحدود وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بدعم الجهود الحميدة للمبعوث الأممي بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا كما أكد أهمية الضغط على الميليشيا الحوتية من أجل تغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح قاداتها وداعميها والتعاطي الجاد مع الجهود الجارية لتجديد الهدنة لما فيه تخفيف المعاناة الإنسانية وأحياء العمل باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد كما استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضواء المجلس عثمان مجلي وفرج البحسني استقبل مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيم ليندر كينج وسفير الأمريكي ستيفن فاجن وفي بداية اللقاء جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضواء المجلس إدانة اليمن لجرائم الحرب التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين التي أودت أمس الثلاثة بحياة المئات بينهم أطفال وجرح بالقصف الإسرائيلي المروع على المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تضامن ودعم اليمن الكامل لنضال الشعب اليمني وبحقه في الدفاع عن نفسه وإقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وجرى خلال اللقاء البحث في مسجدات الوضع اليمني وجهود الوساطة الحميدة التي يقولها الأشقاف لمملكة العربية السعودية من أجل تجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية على أساس المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية كما تطرق اللقاء إلى الإصلاحات الحكومية والدعم الدولي المطلوب لتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركم صالح المقالح التقى عدد مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان العرادة وفدا من منظمة أطباء بلا حدود الهولندية وناقش معهم تدخلاتها الإنسانية وخطة مشاريعها القادمة في محافظة مأرب وخلال اللقاء اطلع اللواء العرادة على مشاريع وتدخلات المنظمة المنفذة في محافظة مأرب خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى خطة مشاريعها القادمة في المحافظة واليمن بشكل عام مشيدا بإسهامات منظمة أطباء بلا حدود في دعم القطاع الصحي بمحافظة مأرب خلال السنوات الماضية في ظل سمرار حركة النزوح المتواصلة إلى المحافظة بشكل يومي ودع العرادة قيادة المنظمة وإلى مضاعفة مساوى تدخلاتهم القادمة في محافظة مأرب وتوسيعها بما يتناسب مع حجم الاحتياج القائم لدى القطاع الصحي في المحافظة والتنسيق مع كافة الجهات المختصة من جانبهم أوضح وفد منظمة أطباء بلا حدود الزائر لمحافظة مأرب أن الهدف من الزيارة هو الإطلاع على الوضع العام وتقييم الاحتياجات للرفع بها ضمن خطة ومشاريع المنظمة القادمة وأكد الوفد حرص المنظمة على سمرار الشراكة الإنسانية القائمة مع سلطة المحلية في محافظة مأرب والعمل على توسيعها لتشمل مجالات أكبر خلال الفترة القادمة معبرين عن شكرهم لقيادة المحافظة على تعاونهم المستمر مع المنظمة وفريقها الميدانية العاملة في المحافظة وتقنيم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل كافة الصعوبات والتحديات منذ تدشين العمل في المحافظة نهاية العام الفين وثمانية عشر التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية العميد طارق صالح السفير الجبوتي وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة العربية السعودية ضياء الدين با مخرمة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وناقش اللقاء تنسيق المشترك بين البلدين لحماية أمن البحر الأحمر ومذيق باب المندب والملاحة البحرية في هذا الممر الحيوي ومكافحة الإرهاب ومواجهة كافة التحديات ونوه العميد طارق صالح بالمواقف المشرفة لجمهورية جبوتي قيادة وحكومة وشعبا وفي مقدمتهم رئيس الجمهوري اسماعيل عمر جيلة تجاه اليمن والتي تجسد عمق الروابط الأخوية بين الأشقاء الجيران مشيرا إلى استضافة جبوتي العديد من أبناء الجالية اليمنية خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء انقلاب ميليش الحوثي من جانبه أكل السفير الجبوتي موقف بلاده الثابت والمبدأي تجاه اليمن ودعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي وللحكومة الشرعية كما التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح في الرياضة الملحق العسكري بسفارة المصرية لدى اليمن العميد الركن سامر شعبان وأكد العميد طارق عمق العلاقات والمصير المشترك بين البلدين مشيدا بموقف مصر وقواتها المسلحة الباسل المبدأي وثابت في دعم أمن والسكرار اليمن ومتندة سلطته الشرعية وناقش اللقاء تنسيق المشترك لحماية أمن البحر الأحمر والملاحة البحرية في مذيق باب المندب المرتبط ارتباطا وثيقا بقناة السويس وذلك في ظل التهديدات والمخاطر الأمنية نتيجة تنامي الدورة التاريخ التخريبي للنظام الإيراني وأدواته ميليشيا الحوث الإرهابية ونوها العميد طارق بالمواقف الأخوية التاريخية لجمهورية مصر العربية قديما وحديثا تجاه الشعب اليمني وكذا أدوارها المشرفة في مساندة قضايا الأمة العربية وفي مقادمتها القضية الفلسطينية مؤكدا أن موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورفضه التهجير الفلسطيني الذي تسعى إليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي حاليا جسد موقف مصر العروبي ثابت والمبدأي من جانبه أكذا الملحق العسكري المصري حرص بلاده على دعم تطلعات الشعب اليمني في تحقيق السلام العادل والشامل والوقوف إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي استقبل رئيس البرلمان الكينية دكتور موسى ويتان جولا في العاصمة نيروبي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك وخلال اللقاء عبر وزير الخارجي عن أمله في أن تشهد المرحلة القانمة مزيد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها تعاون بين البرلمان الكيني واليمني وتبادل الزيارات بشكل دوري لتعزيز العلاقات والارتقاب التعاون الثنائي بين البلدين وسعرض الجانبان مجمل المسجدات في اليمن والمنطقة وأشهد رئيس البرلمان الكيني بالعلاقات التاريخية بين البلدين وأكد أهمية اليمن بنسبة لكينيا وأن بلاده معنية بالسلام في اليمن مساعدان المساهمة في تحقيقه حضر اللقاء القائم بالأعمال بالإنابة المسشار عبد السلام العواضي إلى ذلك سعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عواض بن مبارك في العاصمة الكينيا نيروبي مع سفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية كينيا تفاصيل زيارته إلى كينيا والتي شارك خلالها في اجتماع قادة ميونيخ وأجرى العديد من اللقاءات التنائية مع الجانب الكيني والتي تأتي في مجملها في إطار تطوير العلاقات العربية الكينية وتحدث بن مبارك حول مسجدات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن وأفاق الحل السياسي ورؤية الحكومة لتحقيق السلام العادل والشامل في بلادنا حضر اللقاء القائم بالأعمال بالأصالة بسفرة اليمن لدى كينيا عبد السلام العواضي كما بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عواض بن مبارك مع نائب رئيس الغرفة التجارية الكينية مصطفى رمضان تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتقريم التسيرات للمستثمرين اليمنيين في كينيا من جانبه أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الكينية أهمية تطوير العلاقات التجارية بين البلدين بما من شأنه الرفع من حجم المبادلات التجارية وينتقى بها إلى مستوى أفضل واستعداد بلاده لتوفير كافة التسيرات والدعم اللازم لتعزيز العلاقات التجارية مع اليمن حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة اليمن في نيروبي عبد السلام العواضي أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشداد أن القضية الفلسطينية ستطل دائما في مقدمة أولوياتنا والقضية العربية الأولى وفاء لفلسطين ولتضحية أبنائها المشروعة ومكانتها الكبيرة في وجدان الشعب اليمني والعربي عموما وجدد الشداد في كلمته خلال أعمال المؤتمر الخامس وثلاثين الطارئ للانتحاد البرلماني العربي بشأن الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية برئاسة رئيس الانتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي التأكيد على موقف اليمن ثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومسندته وصولا إلى حصوله على كامل حقوقه وأهمها دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل شامل يعالج جميع القضايا أو قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية محذرا من أية محاولات تهجيره وتوسيع دائرة العنف في المنطقة وقال الشداد إن جمود عملية السلام وعدم وجود أمل في الأفق القريب أدى إلى طوفان الأقصى لافتا إلى المواقف لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وخرقها لأزماتها أو لالتزاماتها وتعهداتها ومحاولتها فرض سياسة الأمر الواقع مع تكثيف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذا حرمان قطاع غزة من استحقاقاته الأساسية وسط ظروف معيشية شاقة للغاية تتجاوز إمكانيات أي بشر ما يشكل خطرا على الاستقرار والأمن في المنطقة فضلا على الاستقرار والأمن العالميين هذا وحذر الشداد من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده ما يفرض علينا ضرورة التحرك العاجل من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني والعمل مع المجتمع الدولي لإيقاف حملة القمع المكثفة والواسعة التي يتعرض لها وحماية لأمن المنطقة والاستقرارها حضر أعمال للمؤتمر سفير اليمن في بغداد الخضر أحمد مرمش إلى ذلك أعربت بلادنا عن إدانتها بأشد العبارات جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه أن قصف إسرائيل المتعمد للمستشفى الأهلي المعمداني والذي أسفر عن سقوط المئات من الضحايا الأبرياء جريمة ضد الإنسانية يجب أن يعاقب مرتكبوها أو يعاقب مرتكبوها داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والضغط على دولة الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار وسياسة العقاب الجماعي والسهداف المدنيين والمنشآت المدنية شاركت بلادنا في الاجتماع الاستثنائي العاجل للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعظام في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقل بمقار المنظمة بمدينة جدة السعودية بوفد ترأسه سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية المندوبة الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور شايع محسن زنداني وبحث الاجتماع موقف المنظمة من عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وخاصة الهجمات العسكرية المتواصلة في قطاع غزة والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين وشددت الدول الأعضاء على عدم القبول باستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال لما يتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مؤكدين على أن السلام والأمن والاستقرال في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للسعماري ومارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابل للتصرف وتحديدا حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي كلمة اليمن أكد سفير زنداني على موقف الحكومة اليمنية الواضح والثابت في المضي على نفس النهج الذي سار عليه الشعب اليمني لنصرة مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف الكامل معه ضد عدوان ووحشية الآلة العسكرية الإسرائيلية الغاشمة حتى يحقق كامل تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية شهدت عدد من المدن وقفات أما عدد من المدن اليمنية وقفات احتجاجية وتظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف للتنديد بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء فلسطين وعبر المتظاهرون في عدن وتعز ومأرب عن سنكارهم للقصف الإسرائيلي الذي سهلف مستشفى الأهل المعمداني في قطاع غزة وأدى إلى سقوط المئات بين شهيد وجريح مطالبين الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى وقف حرب الإبادة والتهجير القصري لإخواننا في فلسطين والضغط لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية لإنقاذ ملايين المحاصرين تحت القصف الإسرائيلي كما طالب المتظاهرون بمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي بجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تتعارض مع قوانين حقوق الإنسان والعهود والمواثق الدولية بشأن حماية المدنيين والمستشفيات والمنشآت المدنية وعدم استهدافها وكانت جمعية الهلال الأحمر اليمني قد نظمت وقفات احتجاجية في محافظات شبوى وحظر موت ولحج وتعز والظالع مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لتواقم الإسعافية والمستشفيات في قطاع غزة وعبر المحتجون عن تنديدهم بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بوقف عواء عدوانه على الشعب الفلسطيني مؤكدين أن استهداف تواقم الإسعاف والمستشفيات جريمة حرب صريحة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ويجب تقديم مرتكبيها لمحكمة العدل الدولية لينالوا جزاءهم الرادع تشنى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري عمل هيئة العمليات المشتركة في مقرها بالعاصمة المواقعة عدن وخلال الترشين الذي حضره نائب رئيس هيئة الأركان العام ألواء الركن الأحمد البصر عقد وزير الدفاع اجتماعا بمندوبية المكونات والتشكيلات العسكرية في غرفة العمليات المشتركة وفي بداية الاجتماع أكد وزير الدفاع أن هذا الترشين يأتي تنفيذا لقرار فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة دكتور رشاد محمد العليمي بإنشاء الهيئة وتحليل مقرها في العاصمة المواقعة عدن وفي الاشتماع الذي خصص لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بعمل الهيئة وسير الأداء فيها نقل وزير الدفاع تهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن وأعضاء المجلس بمناسبة الأعياد الوطنية الثالث والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر للجميع وأكد الوزير الداعري على أهمية ومحورية العمليات المشتركة في ظل الظروف الاتثنائية التي تعيشها البلاد عموما والقوات المسلحة على وجه الخصوص مشرا إلى أن الهيئة ستكون همزة الوصل بين قيادة وزارة الدفاع والمكونات العسكرية المواجهة لميليشيا الحوث الإرهابية لما فيه خدمة المعركة وتوحيد الجهود لمواجهة ميليشيا الكهلوت الحوثية ووجه وزير الدفاع الجهات المعنية بتسهيل كافة أعمال الهيئة وتوفير كافة المطالب التي تخص عملها مشددا على التعاون والتكامل ورفع مستوى التنسيق بين كافة تشكيلات القوات المسلحة بما يحقق الهدف من تأسيس هيئة العمليات المشتركة من جهتهم عبر الرئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء الركن صالح علي وحسن ونائب رئيس الهيئة اللواء الركن يوسف الشراجي عن شكرهم للقيادة السياسية والعسكرية عن نيل على ليلهم الثقة متعاهدين ببدل كافة الجهود لإدارة عمل الهيئة بهمة واقتدار والعمل على تنسيق الجهود بما يحقق السيطرة على القوات المشتركة لتنفيذ مهامها بمهنية وكفاءة عاليتين مؤكدين أن الجميع يعملون بروح الفريق الواحد لتحقيق التناسق والتناغم بين كافة التشكيلات على امتدار مسرح العمليات تحت قيادة وزارة الدفاع وأوامر وتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة دبلوماسيا شارك سفير بلادنا في الصين دكتور محمد الميتمي في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الحزام والطريق أتل التعاون الدولي المنعقدة في العاصمة الصينية بكين والتي تعقد تزامنا مع حلول الذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة الحزام والطريق ويشارك في المنتدى ممثل أكثر من 130 دولة ومنظمة دولية بينهم عدد من الرؤساء الجدير بالذكر أن اليمن وقعت عام 2019 على مذكرة تفاهم لانضمام اليمن لمبادرة الحزام والطريق التي تعد خطوة إيجابية لفتح آفاك كبيرة لمجال التجارة والاستثمار والتنمية مع الدول الأعضاء في المبادرة وخصوصا مع الصين الشعبية ناقش اجتماع عقدة في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي آليات توحيد وجهود الوحدات النفطية وفي الاجتماع الذي ضم مدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز محمد عوى الثابت والمدير العام التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية عبدالله عمير والمدير العام التنفيذي لشركة الغاز اليمنية محسن مهيط والمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق منصور أكد وزير النفط والمعادن على اهتمام قيادة المجلس الرئاسي والحكومة بالقطاعات النفطية والمعدنية وتوحيد الجهود المشتركة بين الوزارة والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز والوحدات التابعة لتكامل أعداء الأعمال وفق الأهداف والخطط والبرامج وبما يتواكب مع رؤية الوزارة للحفاظ على المكتسبات الوطنية والنهوض بالقطاعات النفطية وفي سياق آخر ناقش وزير النفط والمعدن مع نائب وزير النفط وتجار المستشار سالم الوالي ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية وثروات المعدنية المهندس أحمد عبدالله اليماني التميمي الإجراءات والمقترحات الكفيلة لجذب الاستثمارات المعدنية للمساهمة بتحسين الوضع الاقتصادي للوطن ووقف الاجتماع أمام المقترحات المطروحة المتضمنات الاهتمام بتنمية الاستثمارات في مجالات التعدين واستغلال الثروات الجيولوجية والمعدنية الموجودة وذلك خلال الترويج لها واستقطاب المستثمرين من داخلي وخارج الوطن حثى وزير الشباب والرياض نايف صالح البكري المنتخب الوطني للسباحة على تقديم أفضل أداء وتمثيل اليمن بصورة مشرفة خلال مشاركته في البطولة العربية الثانية للسباحة لفئتي الرجال والسيدات والتي تقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة من السابع والعشرين إلى ثالاثين من أكتوبر الجاري وأكد الوزير البكري خلال لقائه اليوم الأربعاء بيعثت المنتخب بالعاصمة المؤقتة عدن اهتمام الوزارة ودعمها لكافة المنتخبات الوطنية في كل الألعاب الفرنية والجماعية رغم الصعوبات المالية مثنيا على الجهود التي يبدلها اتحاد السباحة من أجل تطوير اللعبة وتوسعتها في بلادنا بدوره ثمن مدرب المنتخب يوسف محمد يحيى اهتمام وزير الشباب والرياضة تدليله كافة الصعوبات أمام مشاركة المنتخب في هذه البطولة وتغادر بعثة اليمن المكونة من المدرب والسباحين أصيل عبدالغني عبدالوهاب ويوسف مروان عبدالله والإعلامي محمد فتح علي يوم الخميس إلى سلطنة عمان لإقامة معسكر إعدادي يسمر أسبوعا قبل مشاركته في البطولة أفاد مصدر المحلي بمحافظة عمران بسقوط قتل وجرحة بانفجار معمل لصناعة البارود في منطقة قاعة بمديرية جبل يزيد غرب مدينة عمران ما أدى إلى سقوط عشرات القتل والجرحة وحسب المصادر فإن الانفجار تسبب بنهيار منازل مجاورة للمعمل واشتعال النيران في عدد من السيارات وذكر المصدر بأن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار لنقل الضحايا حيث اكتذت مستشفيات مدينة عمران بالجرحة وأكد المصدر أن معمل البارود يتبع ميليشيا الحوث الإرهابية لتصنيع الألغام المستخدمة في حروبها ضد المدنيين تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة والألوية والوحدات التابعة للمنطقة المرابطة في محافظة حجة وخلال الزيارة التي كان في استقباله محافظ حج لواء الركن عبد الكريم السليني وقائد المنطقة لواء الركن يحيى صلاح وقادة الوحدات طلع رئيس الأركان على سير العمل الإداري ومسوى تنفيذ الخطط العملياتية والتدريبية والمعنوية لمختلف الوحدات العسكرية وعقد اجتماعا مع قيادة المنطقة وقادة الألوية والوحدات التابعة لها والقيادات الميدانية والسمع من القائد المنطقة لواء الركن يحيى صلاح إلى إحاطة تفصيلية حول مجمل الأوضاع الميدانية والموقف العملياتي على امتداد مسرح العمليات القتالية في نطاق انتشار المنطقة كما قام الفريق بن عزيز بزيارة تفاقدية للمقاتلين في الخطوط الأمامية لجبهة حيران وعبس ومثلث عاهم لمحافظة حجة وطلع على أحوالهم وما يتمتعون به من روح معنوية عالية وشجاعة النادرة في الذور عن الوطن وتصدي لميليشيا الحيوث الإرهابية ومشروعها الإيراني ترأس نائب رئيس هيئة الأركان العامة الواء الركن أحمد البصر اجتماعا موسعا لهيئة الاستخبارات والاستطلاع بوزارة الدفاع والدوائر التابعة لها في العاصمة المواقتة عدن سمع نائب رئيس الهيئة الأركان العامة من رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع العسكري اللواء الركن أحمد حسن اليافع إلى شرح حول سير الأسير العمل في الهيئة ودوائرها في إطالة تطورات الجارية واكد اللواء البصر على ضرورة أن يواكب الجهاز الاستخباراتي تطوير في تأدية مهامه الأمنية والعسكرية واستخدام كافة الوسائل والتقنيات الحديثة للحصول على المعلومات وبما يساعد في عمليات الرصد والتعقب لتحركات العدوان واختراق صفوفه وتحصيناته وقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة أن وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري يولي اهتماما كبيرا في تطوير منظومة العمل الإداري المنظمة الذي يستهدف توحيد عمل الهيئات والدوائر الأمنية والعسكرية وزارة الدفاع والعمل على رفع كفاءة منتسبيها وعناصرها وفق استراتيجية تواكب التطور والتكنولوجيا الحديثة حضر اللقاء مدير دائرة الاستخبارات العميد الركن ناصر عبد الرب وعدد من مساعدين وكوادر هيئة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع شاركت بلادنا في المؤتمر العربي لقادة أجهزة مكافحة الإرهاب والجريم المنظمة الذي بدأ أعماله أو أعماله بمقر الأمان العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بوفد رأسه مدير عام مكافحة الإرهاب والجريم المنظمة بوزارة الداخلية العميد الركن أحمد الظاهري ويناقش المؤتمر الذي يسمر على مدى يومين التعاون وتنسيق بين الدول العربية وتبادل المعلومات حول تهليلات الإرهابية بين الأجهزة الأمنية لتعزيز التعاون بينها في مجال مكافحة الإرهاب والجريم المنظمة كما تستعرض الوفود العربية المشاركة في المؤتمر تجاربها في مجال مكافحة الإرهاب أما الآن مشاهدين الكرام إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأربع والعشرين الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة